نقدّد التأكيد على موقفنا المبدئي والثابت على العهد مع شعبنا فنحن منه وإليه نعيش معاناته ونتصدّر صفوف الدفاع عنه ونشدّد بأنّ للصبر حدود أمام سياسات التنكيل والعقاب الجماعي التي تستهدف شعبنا وأنّ خيارات المجلس مفتوحة لمعالقة قضايا شعبنا بما يُلبي تطلّعاته كما نؤكد مرة أخرى بأنّ المجلس الانتقالي القنوبي قادر على إدارة القنوبي ما يتوائم والمتغيرات المحيطة ويحمي أمن ومصالح دول المنطقة والعالم